في معتمدية رمادة من ولاية تطوين أحيى الأهالي ومواطن والبنطقة الذكرى الرابع والستي لمعركة رمادة الخالدة التي سطر فيها أبطال المقاومة والأهالية ملاحمة بطولية لمقاومة الاستعمار في الخامس والعشرين من شهر ماي عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف ليسقط فيها عديد الشهداء من المدنيين والمقاومين وكذلك من رجال التربية والتعليم بمعتمدية رمادة وجودنا هنا لإحياء ذكرى معركة رمادة سنة 1958 هو تأكيد لوفاء تونس لشهدائها وأبطالها البررة وهو ترحم على الأرواح الزكية لهؤلاء الشهداء والأبطال من شمال تونس إلى جنوبها وهو وفاء أيضا لمدينة رمادة موكب أحياء هذه الذكرى تابعه أيضا عدد من مواطنية المنطقة ومناظلها الذين عبروا عن مشاغلهم التنموية التي يرون أن معتمدية رمادة لم تنل حظها من التنمية برغم ما قدمته من تضحيات جسام في سبيل الوطن رمادة ضحة تضحية كبيرة ولكن التنمية ناقص التنمية كلها جميعا واحدة عندنا التنمية هنا كلها فلاحة ترمية الماشية وشوية غراسات مش حاجة كبيرة ياسد تعبت العباد لا عندنا السبطار لا عندنا الطبة لا عندنا بياترة البياترة ما هناش خلاص بيتري ما عندناش بيتري خلاص التنمية لحد شيء لها شغول لحد شيء هناك حاجة واضحة هناك حاجة واضحة لي معناها زالت على البلاد كان لبطالة وكتر خدمة مطلوب الخدمة يا أخوي يتلفتون يشوفون في الذكر الرابع والستي لمعركة ارمادة الخالدة اعتزاز بما قدمه الأهالي والأجداد من تضحيات وتوقل لمستقبل أفضل للأجيال الجديدة في معتمدية ارمادة التي تغطي ربع مساحة الجمهورية وأكبر معتمدية في الجمهورية التونسية اشتركوا في القناة